بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الأشرة في الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام النهاردة إن شاء الله هنعمل كبسة الفراخ بس هنعملها بطريقة جميلة إن شاء الله أول حاجة طبعاً أنا حطيت الزيت بس أعمل زيت عافية هحمر فيها التوابل وحمر فيها البصلة وبعدين هحط الفراخ وحط لها المية بتاعتها وكله بعدين أنت طلع الفراخ وبعدين نعمل فرز بصوا لمون ناشف قرفة ورق لوري خلاص اتنين ماجي وملح وفلفل وشوية كركم وهقلبهم حلوة قوي قوي التوابل دي ما بتتقلب كده جميلة بتدي ريحة وطعم منتال جميل للأكل هقلبهم حلوة قوي كده هوت وبعد ما حمولها هحط عليهم إيه البصل أنا ده عملة بصلاية مخرطوها وحط عليهم القضين الفلفل دول هحمرهم بردو مش هحمرهم بقى التحمير يعني اللي هو لا تشويحة حلوة قوي كده وبعدين هحط عليهم الفراخ الفراخ تاخد بس لون كده وش وضهر كده هوت وبعدين ايه نروح حطين عليها المية بتاعتها وشوي الطماطم أنا مقطعها طماطمتين حلوين كده وعليها معلقتين صلصة واسوي الفراخ وبعدين اطلع الفراخ منها لوحدها ادخلها بقى الفرن تكمل تسويتها وتحمر والرص بقى يستوي في الخلطة دي دي كبسة الفراخ السعودي جميلة 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 والحيطة وطعم ومتالج جميلة والشكل العام بتاعها جميل جدا كمان نصو انا دلوقتي هوت عم لاقى حمر فيها هنروح بقى الفراخ انا مقطعها طبعا تقطعها نصين تحطيها زي ما هي تحطيها اربع زي ما انت عايزة انا بس هديها ايه لون وش وضهر وبعدين ايه احط لها المية بتاعتها يعني هي الفراخ اللي لازم تتعامل بطرق كتير جدا عشان تبقى ايه لاني اسهل حاجة في موضوع الطبيق فلازم تتعامل بطرق كديد عشان تبقى فيه جدا جديد في شكلها انا هتطلعهم علاقتين صلصة هتطلعها طماط ميتين حلوين كده مقطعهم خرط كده صغرنلة وحتطلهم الزبيب الزبيب بتاعها يعني كل ما هيقتر فيها الزبيب كل ما بيديها طعم جميل اللي بتاع تقليبتين حلوين هزودها بقى المية بتاعتها يعني انا مش بحمل الفراخ قوي لان انا هتخلى الفرن ايه نكمل تسوية وتحميل في الفرن هحط لها ميتها لحد ما ايه تغطيها كده وبعدين اغطي بقى الحلة واسبها تستوي بصو كده هتسقفل بقى عليها واسبها ايه تستوي وبعد يجعلوكو تاني إن شاء الله بصو هي كده خلاص اعتبر ايه إن هي استوت حل وخدت اللون المسفر دوت من التدبينة بتاعت الكابسة هطلحها بقى لوحدها وبعدين اقصت الرز يعني انا اطلحها دلوقتي بس ايه بعد ما اطلحها هطلع بقى كل الحاجات اللي في الشربة ديت علشان اعرف اطلع ماء اللمون والقرفة والحاجات دي كلها طبعا الزبيب بيفضل زي ما هو في قلب الشربة عشان هو ده اللي حيبقى بقى مع الرز ديتاني هي كده تعتبر مستوية تسعين في المية الفراخ يا دوبك بس هتاخد لون في الفرن كده وخلاص انا طلعت الفرفل طبعا عشان ايه ما يباشف وسط الرز ويدي حموه اكتر فا ايه استكفيت ان انا طلعت دلوقتي كده هجيب بقى مصفة وأصفي بقى ايه الحاجات دية بس يعني اطلحهم في مصفة كده ديقة وبعدين اخرج اللمون واخرج القرفة وورق اللوري وبعدين ارد الحاجة تاني زي ما هي لان ده كله زبيب والبصل والطماطم والكلام ده بس عشان اتحكم فيهم فحنا اخرجهم في طبق اطلع منهم اللي انا مش عايزة وهردهم تاني في الحل جربوها بالطريقة دي جميلة جميلة بصراحة بس انا مش هرم ده انا اخرج اللي انا مش عايزة منه هم تلت حاجات اللموني الناشط وورق اللوري والقرفة انما الباقي ده كله زبيب وخلطة هرجحها تاني في الحلة وبعدين احط عليها الرص واكلها سهلة جميلة في حلة واحدة كده وخلاص وتتغير برضو كلها في طبقة واحدة بس انا طلعت الحاجات اللي انا مش عايزها هرد دباقي تاني كله ايه في الحلة تاني بس انا بس اواح واحصق باقر الرز الطبدة طبعا الريحة أنا مش قادرة أصفتك الريحة الريحة جميلة وطعم الفراغ بقى مع التكبيلة دي لما هي استود جوه منها جميلة أنا ما بحطش بقى الفراغ وفوق منها الرز وخلطة واحدة لا أنا بخرج الفراغ عشان تاخد نشتان شوية كده في الفرن والرز يستود واحد وبعدين لما نغرب بقى نحطهم فوق بعدين وهم الاتنين أنا أجيب بقى الرز الوقت هوت طبعا ده رز بسمتي ما نقوم عمليه بتاع نص ساعة تقريبا كده نقعها يعني ده رز البسمتي اللي هي أبوكاز ده الحبة الرفيعة ده بتبقى حلوة وبعدين نقعها مثلا يعني مش أقل مش أقل من تلتي ساعة نص ساعة لأن بينفش جامل وبعدين بيستوي بسرعة أنا حطيت العيدة بتاع الرز هوت طبعا الملحة والفلفل موجود فيه القرفة موجودة فيه وحغطيه بقى واسيب الحلة لحد إيه ما الرز بقى يستوي هجيب بقى الطاجل وحط فيه الفراخ عادي هنا بما علاقة صرصة كده خفيفة خالص وأحط عليها كل واحدة كده أحط عليها قطعة زبدة تساح عليها علشان تديها إيه اللون التحمير الجميل اهو بصوا كده هي حتى الزبدة ساحة لأن الفراخ طبعا سخنة وهدخله بقى الفرن وما يطلع بقى أوريكم أنا هنا كده الرز استوي خلاص بغريفة هوت بصوا الرز بقى خد لون لون جميل قوي 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 اللون والطعم جميل جدا طبعا هو لونه أصفر بقى ولونه أبيض اللون اللي هو البني الجميل دوت وطبعا الفراخ برضو استوت خلاص وخدت التحمير اللي أنا عايزاها هطلعهم بقى لتنين مع بعض واغريفهم بقى هطلعهم كده على بعض وبنعمل طبعا الخلطة اللي جنبي منها العجيبة اللي هي بتاعت الخلطة بتاعت الكابسة أنا ده ربط طماطب مع شوية بقدونس اللي هي طبعا سوية بقدونس على الطماطب على قرنين فلفل وتضربيه وتحط على لهم شوية ملح وشوية خل ودي الطبق بتاع الأكل النهاردة هوت يا رب يعجبكم إن شاء الله بعد ما خلصنا الأكل بقى ألفة هنا وشفة يا رب للجميع يا رب إن شاء الله وطبعا الخلطة بقى دي جميلة بقى تاخدي منها وتحط على الرز وتاكلي الخلطة دي جميلة دي بقى دونس أو شوية خضر عادي يعني وفلفل تحط بقى حامد تحط بقى زي ما انت عايز أو الطماطب وبتعصر مثلا على لامونة تحط على شوية خل شوية الملح بتبقى جميلة قوي 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 يا رب الأكل يعجبكم النهاردة إن شاء الله وأتمنى أنتوا ترسلوين بقى في الكومنتات شكل الأكل كفاية شكل الأكل كفاية ما شاء الله يعني بقى ألفة هنا وشفة يا رب للجميع يا رب إن شاء الله وأتمنى بإذن الله أن أنا أشوفكم في فيديو جديد وأتمنى بقى تعملولي لايك واشتراك في القناة أنا ما بطلبش كتير اللايك واشتراك يعني أنا بعمل وخلص وأتشوفكم في فيديو جديد لإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراك في advance شكراك في見و concluded شكرا